هي الأسعار هتنزل إمتى؟ ده بقى اللي سنحى الملايين من المصريين بخصوص أسعار الأجهزة الكهربائية واللي ارتفعت مؤخرة نتيجة نقص الدولار وارتفاعه في السوق السوداء لكن دلوقتي الوضع اختلف وصعر الدولار في السوق السوداء النزل لعشرين جين مرة واحدة يعني تجار ما لهمش حجتين بس يعتار إمتى الأسعار بتاعت الأجهزة هتنزل؟ وإيه سبب الأزمة؟ وينسب وقت تشري فيه كل ده أكتر هتعرفه بس تتابعني في الفيديو ده أنا أيل وليلي كامل معايا الفيديو لآخر عشان تعرف كل التفاصيل بعد ما سعر الدولار نزل في السوق السوداء من 72 ل 55 جنيه وكل يوم بنسمع عن انخفاضات جديدة من الدهب وحديد وغيره علشان كده الناس بتسأل دلوقتي عن معاد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية واللي زادت بشكل مبالغ فيه جدا في كام شهر بس ده طبعا دخل الغرف التجارية تطلع وكمان توضح موصير الأسعار وسبب الارتفاع أصلا لكن يا ترى قالت إيه؟ جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية من الغرفة التجارية بالجيزة قال إن فيه تجار واخدين السلع بأسعار قديمة وبيبيعوها بأسعار مرتفعة بس ها مش ربح المصانع أولين لأن مش بمصلحتنا زيادة السعر علشان المواطن مش بيشتري وعلشان كده طلب بتجديد الرقابة على التجار طبعا كل دخل المبيعات تتراجع بنسبة 50% ولما تسأل إمتى الأسعار بتاعت الأجهزة هتنزل قال إن لو استقر السعر الدولار شهر أو اثنين هتبديدي الأسعار بتاعت الأجهزة الكهربائية تنزل تاني أما حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات قال لما يحصل تراجع في أسعار الصرف هيحصل سبات واستقرار للأسعار خصوصا إن ما فيش أي جهاز في مصر خاماته المستخدمة محلية بنسبة 100% وجزء كبير مستورد ومعتمد على تدبير الدولار قال كمان إن بعض التجار عاملين ظاهرة أوفر برايس في الأجهزة المنزلية وكمان بيطالب الأجهزة الرقابية بمتابعة التجار لأن عليهم دور كبير جدا في سيطرة السعر المبالغ فيه كمان على فكرة ده قال إننا بنشيل الدولار بسعر 60 جنيه مش ب55 جنيه زي ما الناس فهمها لكن هو إيه سبب الأزمة أصلا؟ عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية لمحافظة الميزة وفي أبو صمرة قال إن الأزمة الحالية في البحر الأحمر واستدافق السفن التجارية المرة من باب المندب تسبب تزيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلي وده بنسبة بتتروح بين 20% لـ 25% قال إن الارتفاعات في الأسعار بسبب أزمة البحر الأحمر ما طالتش مصر بس لأنها طالت كل دول العالم بغير إن تجار الأجهزة الكهربائية بيلجأوا حاليا لزيادة أسعار السلع اللي عندهم ده علشان لو تم استيرادها بأسعار أرخص علشان يحفظوا على رأس المال كمان يستوردوا الأجهزة من جديد بالأسعار الحالية وطبعا ده زاود الأزمة بالإضافة بقى لعدم الاستقرار لسعر أسعار في الدولار واللي بيعتبر من أهم الأسباب اللي دفعت السوق لحالة عدم الاستقرار بس أبو صمرة اتوقع حدوث حالة من الاستقرار في السوق الأجهزة الكهربائية وده خلال الفترة المقبلة بشرط توافر البطايع المفاجئة بقى إنه قال إنه فيه نقص في توافر جميع الأجهزة الكهربائية بالسوق وده خلى المعروض أقل من الطلب وبالتالي بترتفع الأسعار زي التلاجات ودي من أكتر الأجهزة الكهربائية اللي اتناقصت في السوق خلال الفترة الحالية دلوقتي بقلولي شايفين يا سعار السلع ممكن ترخص من تاني شكويني برأيكم في التعليقات